السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء بنات طلاب الصف السادس الابتدائي هنكمل مع بعض إن شاء الله تدريبات النعت من كتاب المدرسة صفحة 43 أول سؤال معنا نستخرج النعت من الجمل الآتية وبين أوجه المطابقة بينه وبين المنعود السؤال دوت عندنا بيتضمن سؤالين أول حاجة هو نستخرج من الجمل النعت تاني سؤال نبين أوجه المطابقة بينه وبين المنعود ناخد بالنا جدا من المطلوب مننا ألف فتحت أبواب المعرفة العالم المجهول هندور هلا عن النعت هندور على اسمين وربعب ما يكونش بينهم فاصل ويكونوا يا معرفة يا نكرة لقينا كلمة العالم والمجهول هنيجي عند المنعود اللي هو العالم ونسأل ما صفة العالم مجهول يبقى إذن كلمة المجهول هي دي النعت يبقى أول حاجة المجهول النعت عايزين أوجه المطابقة بينه وبين العالم أول حاجة معرفة ومعرفة يعني التعريف والتنكير تطابقوا في التعريف والتنكير تاني حاجة في النوع مذكر تلت حاجة العدد مفرد رابع حاجة في الإعراب وهو هنا هيكون العالم جات هنا مفعول به منصوب بالفتحة فالمجهول نعت منصوب بالفتحة به زال جزء كبير من هذا الغموض هنرجع برضو نشوفه كلمتين ناكرة أو معرفة ويكونوا اسمين لقينا كلمة كبير هتكون هنا نعت نشوف أوجه تطابق بينها وبين جزء لقينا التعريف والتنكير اللي كنين ناكرة العدد مفرد النوع مذكر الإعراب جزء جاءت فاعل لأننا نحن عارفين أن النعت منهوش كلمة لازم بيرجع للمنعود فجزء هنا جاءت فاعل مرفوع بالضمة فكبير باقت نعت مرفوع بالضمة جيم يفحص الباحثون الأعماق المختلفة هندور على كلمتين يكونوا ناكرة معرفة لأن كلمة الأعماق وكلمة المختلفة فكلمة المختلفة وسألنا الأعماق اللي هو المنعود ما صفة الأعماق مختلفة يبقى المختلفة هنا عندنا النعب نيه أوجه التطابق بينها وبين المنعود التعريف والتنكير اللي اتنين جم معرفة تاني حاجة الإعراب الإعراب الأعماق جاءت هنا مفعول به منصوب بالفتحة المختلفة نعت منصوب بالفتحة طيب والشرطين التانيين هنا عندنا كلمة الاعماق جمع غير عاقل جمع غير العاقل وقت بيجي نعت مفردة مؤنثة تمام رقم ديل رسموه خرائط دقيقة برضو هندور على الكلمتين خرائط ودقيقة دقيقة هنا النات ما صفة الخرائط دقيقة نبدأ نشوف اوجه التطابق نكرة ونكرة يبقى التعريف والتنكير تاني حاجة النوع خرائط مؤنثة ودقيقة مؤنثة تالت حاجة الاعراب فخرائط اعرابها هنا مفعول به منصوب بالفتحة فدقيقة ما نعت منصوب علامة نصبه الفتحة طبعا هنا مش بيتطبقوا في العدد لان خرائط جمع غير عاقل فجاءت دقيقة مفردة مؤنثة الرقم اتنين خاطب بهذه الجملة غير الواحد وغير ما يلزم انت تلميذ مكتهد تحترم المعلمة المهذبة يعني ايه خاطب بهذه الجملة غير الواحد يعني نحاول الجملة اللي قدامنا لمثنى او جمع اول حاجة عشان نحاول الى المثنى او الجمع لازم نبقى عارفين كويس اعراب الجملة اللي قدامنا علشان نقدر نحط علامات الاعراب احنا كنا اخدنا علامات اعراب الاسم اخدنا في علامات اعراب الاسم ان المفرد بيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة المثنى بيرفع بالالف وينصب بالياء ويجر بالياء جمع المذكر السالم بيرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء جمع التكسير بيرفع بالايه بالضمة زي المفرد بالضبط وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة جمع المؤنث السالم بيرفع بالضمة وينصب بالايه بالكسرة نخلي بالنا منها اوي دي ينصب بالكسرة ويجر بالكسرة إحنا ليه قلنا علامات إعراب الإسم علشان لما نجي نحول لمثنى أو جمع نشوف الأسماء هتتغير إزاي فلازم علشان أبقى عارف دلوقتي أحول إلى المثنى علشان أجي أحول كلمة تلميذ هتبقى يا إما تلميذان يا إما تلميذين طب هحط ألف ونون ولا يأو نون الألف ونون دي أو اليأو نون دي هتبقى علامة الإعراب هنحطها على حسب إعراب كلمة تلميذ فيلا مع بعض أول حاجة لازم أعرف إعراب الجملة المفردة اللي معاية أنت هنا هتكون مبتدأ يبقى تلميذ خبر مجتهد دي نعت مرفوع بالضمة لأنه بيتبع المنعود تحترم دفعل المعلم من اللي تحترم أنت يبقى الفاعل ضمير المستر تخديره أنت المعلم مفعول به فمنصوب بالفتحة المهذبة نعت منصوب بالفتحة هنكتب فوق كل الكلمة زي ما احنا شايفين كده بحيثنا لما نيجي نحاول الجملة لمثنة أو جمع نبقى عارفين علامات الإعراب المثنة طيب أنت المثنة بتاعها أنتما تلميذ هتبقى تلميذان ولا تلميذين نميذ قلت المثنة بيرفع بالألف هتبقى تلميذان ومجتهدان عشان هي نعت فتتبع المنعود في الإعراب تحترم لما تبقى مثنة هتبقى تحترمان هتتحول لفعل من الأفعال الخمسة كل فعل مدارع اتصلت به ألف الاثنين وبالجماعة ياء المخاطبة أصبح فعل من الأفعال الخمسة فهتبقى تحترمان المعلميني ولا المعلمان هتبقى المعلميني لأن المعلم مفعول به فمفعول به هيبقى منصوب في حالة المثنة بالياء فهتبقى المعلميني المهذبيني علشان النعت بيتباع المنعود هيبقى منصوب برضو بالياء طب لو حولناها إلى جامع هتبقى أنت تبقى أنتم تلميذ تلاميذ ده جامع تكسير فهيبقى مرفوع بالضمة مكتهد هتبقى مكتهدون مرفوع بالواو لأنه جامع مذكر سالم وهو جاء نعت والنعت بيتبع المنعود تحترم في الجامعة هتبقى تحترمون هنحط لها واوي الجامعة المعلم هتبقى المعلمون ولا المعلمين هتبقى المعلمين لأنها مفعول به منصوب بالياء لأن الجامع المذكر السالم بينصب بالياء المهذبين علشان ده نعت بيتبع المنعود فهيبقى منصوب بالياء هنروح لصفحة 37 في الجزء التاني من الكتاب هنكمل تدريبات النعت هيكون أول نشاط معنا ضع نعتا مناسبا مطابقة للمنعود في الجمل التالية طبعا علشان نحط نعت لازم نشوف المنعود ولازم يكون بيتطبخ معاه في التعريف والتنكير أول حاجة تاني حاجة في العدد في التذكير والتأميس في الإعراب حارسوا المتحف رجال مخلصون أول حاجة هنجيبوا كلمة تكون ناكرة زي رجال تاني حاجة هتكون مرفوعة هتكون مذكرة هتكون جمعة فهنقولوا كلمة مخلصون وحتكون هنا مرفوعة بالواو لأنها جمع مذكر سالم بالسائحات نقط كثيرات هنجيبوا كلمة بتطابقها أول حاجة في التعريف والتنكير هتكون معرفة هتبقى مثلا كلمة المهذبات هتكون تعالوا بقى نشوفوا التطابق كده هاي معرفة ومعرفة جمع مؤنث جمع مؤنث مؤنث رابح حاجة هتكون الإعراب وحيكون هنا مرفوعة ومرفوعة لأنها مبتدأ وبتطابق القاهرة مدينة القاهرة مبتدأ فمدينة خبر هتبقى مرفوعة فهنجيب الكلمة اللي جاية تكون مرفوعة هتكون نكرة هتكون مؤنثة هتكون مفرد فهن مثلا هنقولوا كلمات عريقة أو عظيمة أو جميلة تمام؟ السؤال اللي بعديه النشاط التاني بيقول اجعل الجملة التالية لغير الواحد دي زي بالزبط اللي احنا أخدناها اللي فاتت في التدريب الأول هذه مهندسة ناشيطة في عمليها هتبقى المثنى طبعا قلنا لغير الواحد يعني ممكن نعملها مثنى ممكن نعملها جمع المثنى هتبقى هاتين هتبقى مرفوعة ولا منصوبة مهندستان ولا مهندستين هتبقى مهندستان لأن هنا خبر طبعا ناشيطة زينعة فهتبقى ناشيطتان تمام؟ في عمليها خلي بالكم من الها الضمير المتصل اللي احنا بنعتبروها كلمة هي هنا فهتبقى عمليه ما هي المثنى بتاعها هما فهنزود ايه هما طب تعالوا في الجمع هذه جمعات هؤلاء هذه جمعات هؤلاء مهندسة مهندسات ناشيطة ناشيطات في عمليها هن عمليهن في عمليهن علشان الها دي هن اعتبروها هي فهي الجمع بتاعها هنا ناشيطة تلاتة اجعل الكلمات الاتية نعة لمنعوت في جمل تامة مع المحافظة على حالتها الاعرابية الزي ما احنا شايفين كلمة المهذبون جامع مذكر سالم مرفوع بالواو بتبدأ بألف الاميان معرفة فحجيب كلمة تكون المهذبون فيها نعت لكلمة تكون مرفوعة فأسهل حاجة بالنسبة لي إن أنا أجيب مبتدأ ويكون المهذبون هي نعت المبتدأ فهتكون مرفوعة زي جملة إيه الطلاب المهذبون ما لهم محبوبون فهنا جاءت كلمة المهذبون مطابقة لكلمة الطلاب في النوع والعدد والتعريف والتنكير وفي الإعراب تاني كلمة القادمتان طبعا هنا ديت مفنة فنفس الحكاية مرفوعة بالألف يبقى حجيب لها كلمة تكون مرفوعة فحجيبها برضو الأسهل لأنني أجيب مبتدأ فحقول الرحلتان مثلا يعني الرحلتان القادمتان مهمتان أو مفيدتان ثلاث كلمة هادئا جت لنا نكرة جت لنا منصوبة يبقى حجيب مثلا في جملة تكون فيها مفعول به ويكون هادئا ديت نعت للمفعول به بحيث تكون منصوبة برضو زيها زي مثلا إيه رأيت طفلا هادئا فأصبحت كلمة هادئا معت الكلمة طفلا وجبت طفلا اللي هو المنعود زيها نكرة منصوبة نشاط أربعة احذف الناسخ وأكتب الجملتين صحيحتين ألف إن الشجرتين المثمرتين عاليتين إن من الحروف الناسخة التي تدخل على الجملة الإسمية اللي احنا بنسميها نصابة تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها هنبدأ نحذف هنا اللي إن فهيتبقلنا الجملة بس هنعدل فيها علامات الإعراب لإن هنا الشجرتين هتصبح مبتدأ فهتبقى الشجرتين المثمرتين هتبقى نعت فهيطابق المنعود في الإعراب فهتبقى المثمرتين عاليتين خبر مرفوع بالألف به ظل الباحثون ينقبون عن الذهب الأسود عندنا هنا ظل من أخوات كان ودي أفعال ناسخة بتدخل على الجملة الإسمية وإيه وترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها بس هنا الجملة مش هيتغير فيها حاجة لإن عندنا الباحثون هتبقى مبتدأ مرفوع بالواب فهتفضل زي ما هي ينقبون دفع لهنا لإن الخبر هنا نوع جملة فعلية فهتفضل الجملة زي ما هي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر